كما ذكرت بولوس الرسول كان رجل صلاة ويحب الصلاة ولسيما كنيسة تعب عليها ثلاث سنين في هذه المنطقة وهذه الكنيسة ازدادت بالمعرفة ونضجت أكثر في قوة الروح القدس وشهدت عجائب وأمور عظيمة في هذا المكان لكن هذه الصلاة تتكلم عن مجد وعن محافظة في نفس الوقت حتى يستثمر في أولاده وبناته المؤمنين فيبتدي هذه الصلاة أولا يصلي لأجل روح الحكمة وهذا مهم جدا الحكمة كانت منتشرة في كل مكان من أثينا إلى أفيسوس وكلمة حكمة هي صفية بالواقع إذا أردنا أن نعرف عن الحكمة في تمثيل في المكتبة خلفي واحدة من هذه التمثيل للإلهة أثينا إلهة الحكمة لكن بولوس الرسول بيتكلم مش عن حكمة من هذا الدهر بيتكلم عن حكمة الروح هذه الحكمة اللي منحصل عليها بقوة إلهية بقناة الروح القدس اللي بيتدفق وبيسكبها على الإنسان فبيمتلئ بروح الحكمة فالحكمة هي واحدة من أسماء الرب يسوع أو يحل عليه روح الحكمة في الشعياء إصحاح 11 ترجمة نانسي قنقر